السلام عليكم متابعي قناة صحتك في معلومة فضلا إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل مفيد ان شاء الله تناول منقوع الحلب شعرا وأشاهد ماذا يحدث لن تصدق فوائد صحية عجيبة قد يكون طعما لازعا ولكن هذه البذرة الصفراء تعتبر مستودعا للعلاجات الطبعية ويمكن تستخدم للوقايا والعلاج من بعض المشكلات الصحية لذلك يناقش هذا الموضوع أهم الفوضة الصحية العديدة لشرب ماء الحلبة كما يساعد في التعرف على كيفية تناول بذورة الحلبة وأهمية ذلك لصحة الإنسان فكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرتين من بذورة الحلبة ثم توضع في كوب ماء وتغطى وتترك طوال الليلة تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدى فارغة وإذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذورة الحلبة فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل لإيطار النتائج المذهلة لصحتك تعتبر الحلبة أو المعروفة باسم ميثي باللغة الهندية من أكثر نوع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم إذن كيف تساعد الحلبة في الحفاظ على الصحة الحلبة غني بمنضوط الأكسادة ومنضوط الإلتهابات وتعتبر وحدة من أفضل المكونات الصحية ونظرا لما تتميز به من خصوص طبية فهي تستخدم عن نطوق واسع كعلاج طبعية المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريقة أولا عملية الهضمة تساعد بذورة الحلبة في تحسين عملية الهضمة نظرا لخصائصها المضوضة لإلتهابات فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا كما تساعد في التخلص من الإمساك والددان المعوية لأنها من المكونات الغنية بالأليف ثانيا تساعد على كسب الوزن يساعد شرب ماء الحلبة من قوعة طوال الليل وكذلك مضغل بالذورة على كسب الوزن عن طريقة فتحة شهية فتناول هذا المشروع يوميا لمدة شهر وأسطل وحظ الفرقة فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحيفة ثالثا تتحكم في ضغط الدم تحتوي الحلبة على مركب يسمى جولاكتومين والبوتاسيوم وتعمل هذه المركبات على التحكم في معدلة ضغط الدم مما يقيم من الأصابة بضغط الدم المرتفع رابعا تخفض الكورسترول أثبتت العديد من الدراسة الحديثة أن الحلبة تستطيع التخلص من الكورسترول الضار وفي نفس الوقت تحفظ على مستوى الكورسترول النافع في الجسم خامسا التهاب المفاصل تستطيع بضغط الحلبة أن تخفف آلم المفاصل بطريقة فعيلة ويرجع ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسادة والمضادة للتهابات ساجسا تحمي من السرطون تعتبر بضغط الحلبة من أغنى المصادر بالألياف التي تساعد في التخلص من السمو المتراكمة في الجسم وخصوصا في القولون مما يعمل على الأقاية من مرض السرطون القاتل سابعا مرض السكرية تحتوي بضغط الحلبة على الجلاكتومين وهي واحدة من مكونات الألياف والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم مما يحمي من الأصوبة بمرض السكرية ثامنا حصى الكلا إن تنون مع الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذيب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسارك البولية تاسعا يساعد في خفض حرورة الجسم تؤسع بذر الحلبة في تقليل حرورة الجسم تأخذ من العقام بذر الحلبة وتنقى طول الليل في كوب من الماء ثم تصفى ويتم تناولها على معدى فارغة كما يمكن مضغ البذور أو طحنها ووضعها على الرأس لتعطي شعورا بالتبريد عشرا طوط البشرة نضارة وحيوية يساعد شرب مع بذر الحلبة على الحفاظ على نضارة وإشرق البشرة كما يعطيها لون ورديا طبيعيا جذبا إحدى عشرة مفيدة للسيدات تؤسع بذر الحلبة في تسليل أي ملحض وتستخدم كمدر لحليب الأمة بالإضافة إلى ذلك فمشروب الحلبة موفيد في المرحلة الأخيرة من الحمل لأنه يساعد في تقليل الدهون والكورسترول الدور يساعد الولادة يتخلص من الالتهابات والتشنجات ويقوي الرحمة ولكن يحذر تناولها في الشهور الأولى من الحملة لأنها تسبب الإجهاض للجنين إثنى عشرة تحفظ على صحة وجمال الشعر تعمل بذر الحلبة على التخلص من بعض مشكلات الشعر مثل التسوقط والحشرات أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذا الموضوع فضلا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وأتفعل إقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر